اشتركوا في القناة وقال لقاء عن بعد مع سعادة الأستاذ هالا الأنصارية لامين العام للمجلس الأعلى للمرأة أشادت رئيسة مجلس النواب بدور وإسهامات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة حفظها الله في تفعيل مشاركة المرأة البحرينية في مختلف القطاعات ونهضة البلاد عبر الفعاليات المحلية والمحافل الدولية وخلال الجهود الوطنية المتميزة للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 ضمن فريق البحرين الوطني وفي تحقيق الاستقرار الأسري والدعم المجتمعي وشددت زينال على حرص المجلس النيابي على تبني كافة الخطط الوطنية والبرامج النوعية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة عبر الشراكة الفاعلة والتنسيق المتواصل والتعاون الثنائي المستمر من جانبها أكدت سعادة الأستاذ هال الأنصاري أن توجهات الملكية السامية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية عززت من مكانة مملكة البحرين كدولة داعمة للمرأة في مختلف جوانب الحياة العامة وأن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله يعمل من خلال خطط وبرامج تدعم هذه التوجهات لتكون المرأة شريكا متكافئا في بناء المجتمع ومساهما حقيقيا في التنمية واعتبرت الأنصاري أن جهود ومساعي المجلس النيابي ساهمت وبشكل ملحوظ في إثراء منظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية ترجمة نانسي قنقر